اشتركوا في القناة المحور الثلاثة التي أمامنا على الشاشة المحور الأول ستتعرف على مفهوم الحضارة الإسلامية ثم بعد ذلك نتكلم عن المحور الثاني وهو مجالات الحضارة الإسلامية ونأخذ أمثل على كل واحدة منها المجال الأول مجال المادي والمجال الثاني المجال المعنوي والمحور الثالثي هو ميزات وما امتازت به الحضارة الإسلامية وقبل أن ندخل في صميم الموضوع بذكركم بأهمية الانضمام إلى مجموعات أو مجموعة الويتس أب للعلوم الإسلامية حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد حول المادة وكل المادة مجموعة لكم بأسئلتها الوزارية في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية نبدأ الآن إلى المحور الأول أو قبل أن نبدأ بالمحور الأول في عنا إشارة في مقدمة الدرس تقول هذه المعلومة حرص المسلمون على تحقيق الرفاه الرفاه يعني الحياة الفارهة الحياة التي فيها عناية بأساسية الحياة وفيها العناية أيضا بكماليات الحياة وتقديم منجزات حضارية للإنسانية قد يتي السؤال على هذه المعلومة عن للذلك لماذا حرص المسلمون على تحقيق الرفاه وتقديم منجزات حضارية للإنسانية طبعا الجواب واضح وهو تحقيقا لرسالة الاستخلاف وعمارة الأرض لأن المسلمون تعلموا من القرآن الكريم أن الله عز وجل ما خلق الإنسان عبثا إنما خلقه لكي يكون خليفة على الأرض بكي يعمرها بالخير وكل ما يعود على الإنسانية بالخير والرفاه وتقدم قال ربك للملائكة إني جعلني في الأرض خليفة وفي موضع آخر يقول الله عز وجل هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها إذن هذا المعلومة هذه لازم نركز عليها ننتقل الآن إلى المحور الأول من محور الدرس وهو مفهوم الحضارة الإسلامية مر معنا يمكن في التربية الإسلامية وفي السماوات السابقة أو في الأول الثانوي مفهوم الحضارة الإسلامية هي المنجزات المادية والمعنوية التي أبدعها المسلمون في مختلفة جوانب الحياة الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعمرانية وفق التصور الإسلامي للكوني والحياة والإنسان إذن من خلال هذا التعريف ممكن نلخص هذا التعريف بشيء من أو التركيز بهذا التعريف على بعض الأشياء إذن الحضارة هي منجزات يعني إنجازات مادية ومعنوية لأنه من أنواع هذه الإنجازات إما تكون إنجازات مادية ملموسة على أرض الواقع وإما تكون إنجازات معنوية التي أبداعها المسلمون في مختلف جوانب الحياة إذن هذه الإنجازات لأنها منسوبة إلى الإسلام فأصحابها مسلمين فبنعرف الحضارة الإسلامية هي إنجازات أو منجزات المادية والمعنوية التي أبداعها المسلمون في جميع جوانب الحياة سواء كانت فكرية أو اجتماعية سياسية إقتصادية عمرانية ولكن وفق التصور الاستمر للكون والحياة والإنسان إذن هذه الإنجازات في لها شروط هاي الشروط وفق ما ينظر الإسلام إلى الكون وإلى الحياة وإلى الإنسان دون ضرر أو دون الحق ضرر بأي من هذه المكونة الثلاثة اللي هي الضرر بالكون أو الضرر بالحياة أو الضرر بالإنسان أو بالبيئة هذا هو مفهوم الحضارة الإسلامية إذن هي إنجازات للمسلمين في جميع جوالب الحياة سواء كان ممكن نحفظ منها ثلاثة أمثلة عمرانية اقتصادية اجتماعية سياسية فكرية علمية وفق ولكن وفق التصور الإسلامي للكون وللكون والإنسان ولهذه الحياة هذا هو مفهوم الحضارة الإسلامية قامت الحضار الإسلامية من خلال هذا التعريف على مجالين الثاني وهو المجال المادي والمجال المعنوي لازم نحفظ أمثلة على المجال المادي ونحفظ أمثلة على المجال المعنوي لأن نبيج عليها كثير أسئلة المجال المادي أول حاجة مثل الزراعة الصناعة الفنون العمارة وغيرها الأربع أمثلة لها يجب ركز عليها لأن نبيج عليها أسئلة فلازم نركز عليها إذن مادي مثل الزراعة الصناعة الفنون العمارة هذه ممكن يجي عليها أسئلة وقد جاء عليها أسئلة في السنوات السابقة فالأمثلة هذه ركز عليها مطلوبة حفظ لأنه يجي عليها أسئلة مادية يعني مشاهدة للعيان الكل يرى هذه الإنجازات معنوية يعني هي غير مشاهدة إنما هي قد تكون نفسية مثل العلم والفكر والقيم برضو ثلاث أمثل ركز عليها وهي أيضا مطلوبة من حفظ خلاصنا المحور أول خلاصنا المحور الثاني ننتقل الآن إلى المحور الثالث والأخير في هذه الحصة اللي هي ميزات الحضارة الإسلامية امتازت الحضارة أو أهم ما يميز الحضارة الإسلامية القيم الإيمانية الرفيعة القيم الإيمانية طبعا هناك ميزات أخرى للحضارة الإسلامية مرت معنا في مادة التربية الإسلامية ولكن هنا الدرس ما بدوا يعني يتوسع كثير في ميزات الحضارة الإسلامية لأنها موجودة في التربية الإسلامية هذه عبارة عن مقدمة بسيطة للدرس فهو أعطانا ميزة واحدة امتازت به الحضارة الإسلامية وهي أنها قامت على القيم الإيمانية الشرح لها فقد اعتنت بالسلوك الأخلاقي للفردي والمجتمع وهي الأخلاق الرفيعة مثل الصدق والأمانة والشجاعة والكرم والعفو والتواضع وغير ذلك طيب ما هو أثار اللي هو القيم اعتناء الحضارة الإسلامية بالقيم الإيمانية لها أثرين الثانين الأثر الأول انتشار قيم العدل والمسواة بين الناس والأثر الثاني حب الخير والنفع للناس كافة وهذا هو إيش وهذه هي بعض أثار وأثار عناية الحضارة الإسلامية بالقيم الإيمانية الأثر الثالث هو رعاية حقوق الإنسان هذه ثلاثة أثار نتجت عن قيام الحضارة الإسلامية على القيم الإيمانية بغض النظر عن الحضارات الأخرى فقد قامت على المادية وقامت على العلم دون الالتفاة إلى القيم الإيمانية أما الحضارة الإسلامية فقد اعتنت بالقيم الإيمانية عناية بالغة وهذا هو ما ميزها عن غيرها من الحضارات الأخرى ما نتج عن ذلك ثلاثة أثار هذه هي انتشار القيم العدل والمسواة وحب الخير ورعاية حقوق الإنسان نكتفي بهذا المقدار وهذا هو الجزء الأول من أجزاء الدرس عند الجزء الثاني وعند الجزء الثالث لأن هذا الدرس من دروس طويلة فنحن نحاول أن نقسم الدرس بحيث أن نأخذ بعض مفاهم الدرس وركز عليها ونتوسع شوي بشرحها حتى يفهم الدرس ورتب المعلومات التي فيه ونحل الأسئلة الوزرية التي جاءت عليه الآن ننتقل على طول الأسئلة الوزرية التي جاءت على ما تم شرحه في هذه الحصة السؤال الأول هو بصيغة اختيار المتعدد اختر الإجابة الصحيحة يقول السؤال من المجالات المادية التي قامت عليها الحضارة الإسلامية الآن يريد المطلوب المجال المادي العمارة نقول نعم العمارة هي فعلا مجال محسوس ملموس مادي قامت عليه الحضارة الإسلامية أما العلم فهو إيش فهو العلم معنوي والقيم معنوية والفكر أيضا معنوية فكل خيارة هاي خطأ والخيارة الصحيح هو الخيار ألف قامت الحضارة الإسلامية على مجالين هذول المجالين مروا معانا قبل قليل هل هو المادي والتجريبي المادي صح ولكن التجريبي خطأ هذا التجريبي له علاقة بالدرس الأول إذا تذكروا بالبحث العلمي النقلي والمادي المادي صح ولكن النقلي هذا أحد أدلة البحث العلمي وهذا في الدرس الأول يحاول أنه يعطيك خيارات موجودة في دروس أخرى ولكن مدام أنت تفاهم وحافظ إن شاء الله تعالى تستطيع تميز الجواب الصحيح مادي ومعنوي نعم مادي ومعنوي فإذا الخيار الصحيح هو الخيار جيم النقلي والتجريبي الثنتين خطأ فالخيار الصحيح هو الخيار جيم قامت على مجالين الثين كما مر معنا قبل قليل المادي والمعنوي جيم من المجالات التي قامت عليها الحضارة الإسلامية المجال المعنوي الذي يتعلق بي إيش يعني هو الآن بدي أعطيك مثال على المجال المعنوي هل هو القيم؟ نقول نعم القيم هي من المجالات المعنوية التي قامت عليها الحضارة الإسلامية أما الزراعية فهي أو الزراعة هي مادية الفنون مادية الصناعة أيضا إيش مادية فالجواب الصحيح هو الجواب الألف اللي هي القيم السؤال الذي بعده سؤال دال من ضمن سؤال اخترر الجواب الصحيحة أهم ما يميز الحضارة الإسلامية عن غيرها من الحضارات قيامها على البحث العلمي نقول خطأ لم تكن فقط الحضارة الإسلامية على البحث العلمي ولكن قامت على شيء أهم من البحث العلمي هل هو الدعوة إلى الفكر أو الدعوة إلى الفكر أو فكر إعمال العقل هل الخيار غير صحيح القيم الإيمانية نعم مرت معنا قبل قليل فالخيار الصحيح قامت الحضارة الإسلامية على القيم الإيمانية أما الانفتاح على حضارة أخرى فهذا ليس له علاقة بما قامت عليه الحضارة الإسلامية فالجواب الصحيح هو الخيار جيم السؤال الثاني هو سؤال مقالي ما المصطلح الذي يطلق على المنجزات المادية والمعنوية التي أبدعها المسلمون في مختلف جوانب الحياة هذا عبارة عن مفهوم مختصر للحضارة الإسلامية فهذا السؤال تكرر لأكثر من دورة فالجواب الصحيح هو الحضارة الإسلامية السؤال الثالث ضع إشارة صح أو خطأ أمام العبارة الصحيحة من الأمثلة على المجال المعنوي في الحضارة الإسلامية الفكر نعم الفكر هو من المجال المعنوي فهذه العبارة صحيحة ختاما نختم هذه الحصة بسؤالين الثاني سؤال أول سؤال موضوعي سؤال الثاني سؤال مقاري يقول السؤال الأول من المجالات المادية التي قامت عليه الحضار الإسلامي الآن أريد مثال على المجال المادي هل هي القيم؟ لا القيم من المجالات الفكرية العلم هو من المجال الفكري الزراعة نعم هي من المجال المادي أما الفكر فهو أصل من المجال المعنوي وليس من المجال المادي فالجواب الصحيح هو الجواب جيم السؤال الثاني سؤال مقالي يقول السؤال بين آثار يعني نتائج قيام الحضارة الإسلامية على قيم الإيمانية اتكلمنا عنها وهي ثلاثة آثار ذكرناها في الحصة التي هي انتشار قيم العدل والمسواة وحب الخير والنفع للناس كافة ورعاية حقوق الإنسان نكتفي بهذا المغدار وكونوا معنا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى من أجل استكمال شرح درس قبسات من نوري حضارتنا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى مع الجزء الثاني تابعونا وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة